أضاف قرار هيئة الإعلام والاتصالات ضد شركة كورك همّا جديدا على هموم المواطن الذي اعتمد خطوط الشركة لتعاملاته التجارية وحياته اليومية ويعتمد الكثير من أهل الرمادي على شريحة كورك في التواصل مع الأهل والأصدقاء وفي تعاملاتهم التجارية إلا أن تلك الخدمات توقفت بعد قرار هيئة الإعلام والاتصالات ضد هذه الشركة التي لطالما دعمت المواطنين بخدماتها المناسبة عائلتي كلها خذت كورك لأنه جدي بيخدمة حلوة أولا نوزع خطوط مجانا وبيخدمة شهر وأربعين يوم مجانا من كورك الكورك وعلى باقي الشبكاتها 120 و180 دقيقة وأكثر فكيفنا إحنا وكل العالم أخذت كورك عافت الأمور يعني الشركات الباقية وتفشرت خير بشركة كورك العالم عندها ارتباطات تجارية إعلاميين نحن كتجار كمسؤولين كغيرها يعني حتى قرائبنا بالخارج وغير خارج اعتمدنا على كورك يعني أنا بيتي بس عندي بيتي سبعة كورك يعني حير بس منها يصار شهر وقفة هذا تذينا إحنا أوساط شعبية وثقافية أكدت أن القرار الذي اتخذه هيئة الإعلام والاتصالات ضد شركة كورك مجحف وغير مدروس مطالبين بإعادة النظر بهذا القرار وإنصاف تلك الشركة المهمة في حياة المواطن اليومية القرار اللي صدر من هيئة الإعلام والاتصالات بيقاف كل خدمات كورك هذا قرار مجحف ويحتاج إلى حكمة بصراحة يعني الملايين من الناس عندها خطوط حتى بالأنبار بالشمال العوائلهم هو بس أنت خط كورك اتصالات بي بالخارج شون أخذت هذا القرار؟ هذا القرار اتخذ بدون دراسة بالخطوط يعني إذا بكورك يعني هاي خدمات اقتصادية وعم بتعاملات تجارية مع المراجعين يعني من أكو ناس بالصين بالأردين تتعامل على هذا الخط الشركات كلها بيها يعني ما أدري شون سرعت هاي التعاملات بيقاف هاي الخدمات الظاهر بدون مراجعة شخصية أتمنى أن يعاد النظر في تلك الأهمية إن شاء الله استغراب الجميع هنا في الأنبار من قرار هيئة الإعلام والاتصالات ضد شركة رصينة تقدم خدمات مهمة وتدعم متطلبات المواطن اليومية فضلا عن التأثير على التعاملات التجارية لكثير من الرجال الأعمال والشركات لواني نيوز سعد الحاج الأنبار